بشكل غير مسبوق تهاوى الريال اليمني أمام العملات الأجنبية متجاوزاً إلى 400 ريال يمني للدولار الواحد فيما بلغ سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي أكثر من 380 ريالاً تعويم كان له انعكاسات عديدة على حياة المواطنين وجعل سعر العملة تعيش تضارباً مستمراً لتتحول الحرب بعد ذلك إلى مصدر رئيسي لكسب الأموال وجعل العشرات من شركات الصرافة المملوكة لأفراد موالين لميليشيا الحوثي في صنعاء يتحكمون في سوق صرف العملة بعد أن حولتهم الأزمة إلى أثرياء المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد بل زاد الوضع سوءاً بعد ظهور شركات الصرافة غير المرخصة ليساهم ذلك مع الأوضاع المأساوية التي أنتجتها الحرب في دفع العملة المحلية إلى مزيد من فقدان قيمتها الفعلية وتدهور اقتصاد البلد في ظل هذا التدهور قال اقتصاديون إن انهيار العملة سينعكس على المواطن الذي دائماً ما يتحمل تبعات الأثار الاقتصادية حيث أصبح أغلب المواطنين بلا دخل بعد انقطاع المرتبات لأكثر من عام وتسريح الآلاف من وظائفهم بالإضافة إلى سبب الحرب والقتال المستمر في عدد من المحافظات قال المراقبون أن هناك سبباً آخر لانهيار العملة تمثل في عدم الثقة بالعملة المحلية وهو ما دفع الكثيرين إلى الاحتفاظ بثرواتهم على شكل عملة أجنبية ما تسبب بضغط آخر على طلب العملة الأجنبية وجميعها أسباب أدت إلى انخفاض قيمة الريال مقابل ارتفاع في قيمة الدولار لم يشمل هذا التهاوي الوضع في صنعاء فقط فقد شهدت محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن أيضاً إضراباً كلياً دعت إليه نقابة الصرافين التي أكدت أن ذلك يأتي احتجاجاً على تدهور العملة محملة للحكومة الشرعية مسؤولية الأزمة مجدداً تعيش العملة المحلية تقلبات إن عكزت على أسعار السلع والمواد الأساسية لاستمرار حياة المواطنين فمن لم تصل إليه الحرب عسكرياً ووصلت إليه أزماتها اشتركوا في القناة